تبارك الذي بيده الملك وهو عباب لشيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر حل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر رسئا وهو حسير ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وفئس النصير إذا أوقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أوقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزبه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في قرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلتجوا في عتوهم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أم من يمشي سويا على أصراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفقد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه نهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى الرزل فتنسي أن وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب غليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم هورا فمن يأتيكم بماء معين